السلام عليكم أخوتي طلاب الصف الأول المتوسط بهذا الفيديو راح نقرأ ونترجم صفحة 27 بكتاب الطالب ونجاوب على بعض الأسئلة يونت الثالث درس الثاني الكثير من الأيدي تخفف من عب العمل هيا جديدة عليكم معناها خفيف نجي هنا أنا أي قال لنا استمع وأقرأ بعدها أجب على السؤال بالأسفل أكو سؤال جوه لازم نجاوب عليه أخوان هذا عنوان المقال اللي راح نقرأه هو مقال فهذا عنوانه نفس هذا اللي ترجمناه هس هل أتممت واجباتك المنزلية؟ نعم يا أبتي لقد رتبت سريري لقد كنست الأرضية ولقد أنهيت أو لقد أتممت واجبي المنزلي هل يمكنني الخروج مع أصدقائي الآن؟ نكمل القراءة هل هذه المحادثة تبدو مألوفة؟ يقصد على هذه المحادثة الأطفال حول العالم يساعدون عوائلهم بأعمال حول المنزل ببعض الأطفال ببعض الأطفال القيام بالأعمال المنزلية في البيت هو طريقة واحدة التي يساعد الأطفال بها ولكن هل تعلم بأن الأطفال في اليابان ينظفون صفوفهم في النهاية من كل يوم مدرسي هم لا يرتبون فقط ويرمون القمامة بعيدا هم يكنسون ينظفون ويرتبون كل يوم ولكن فقط لمدة 15 دقيقة زيان هاي احتمال تجيكم على شكل فراغ لمدة شكيت كنت أعرف هاته أنت لازم تقول 15 minutes أوكي شو وقت همه ينظفون صفوفهم باوع at the end of every school day في النهاية من كل يوم مدرسي تمام؟ كنت أعرفها أنت هاي أوكي زيان هنا أنا أخوان لازم أقلكم ملاحظة طبعا واحد من يغلط ويعترف بالغلط مالته شي كل يشحده هذا أنا أعتبره بالنسبة لي تذكرون بصفحة 11 بكتاب النشاط أكو قطعة على أحمد وفيصل بهاي القطعة أكو سؤال جاينا سؤال بالتمنين الجواهة جوا القطعة أكو سؤال جاينا قال لنا يا بي شكم طفل بعالة أحمد أنا مجاوب لكم 3 والصحيح هو حسب تفكير أنا الصحيح 3 اسمعوا إياي إحنا إحنا كعرب الطفل من يصر عمره 10 سنين بعد من صحيح لطفل أوكي تمام صغير بالسن مو مشكلة بس من صحيح لطفل مصحيح زيني شحال واحد عمره 15 وبالقطعة أحمد عمره 15 أنا ما أدري بأن هم لحد 18 سنة الأجانب لحد 18 سنة يبقون يصحوا لطفل يبقون يصحوا لطفل أنا هاي المعلومة ما أعرفها أكو تعليق جاني قال يا بي المدرس مالتنا أو المدرسة مالتنا ما أذكر قال لنا أربع أطفال بعائلة أحمد لأن أحمد ينحسبوا ياهم أنا ظليت أحشش واضحة كي يقولهم يا بي عمره 15 شلون طفل المهم دخلت على موقع بالإنجليزي وسألت هذا السؤال كتبت هذا السؤال فالجواب كان لحد 18 سنة يبقون يصحوا لطفل فإذن هنا أنا شنو إذن الجواب أربع أطفال بعائلة أحمد لأن هو ينحسبوا ياهم أنا كنت أضحك وحشش يقولهم يا بي شون ينحسبوا ياهم هو عمره 15 راح يموت بعد يش بقى فيه 15 سنة كبير كلش شلون نقول عليه طفل بس هما يقولون عليه طفل لحدث 18 سنة يعني إذن الجواب الصحيح مو جوابي جواب مدرسيكم بأن أربع أطفال بعائلة أحمد تمام أخوتي ننتقل لهذه البعض الكثير من الناس اليابانيين يعتقدون بأنها فكرة جيد يقولون أنها تعلم شين هي التعلم الفكرة يا فكرة الفكرة ما تنظيف الصفوف Children to be responsible إنها تعلم الأطفال حتى يكونوا مسؤولين The children know الأطفال يعرفون that they have to clean anything that is dirty dirty مو مشكلة الأطفال يعلمون بأنه يجب عليهم تنظيف أي شيء متسخ أوكي dirty معناها متسخ dirty زين خاف واحد يقول أقول لك يا بأ إحنا متعودين إذا جاءنا فاعل وبعدها have المفروض يجينا تصريف ثالث للفعل شو هاي to وهاي clean ما قال cleaned ما جاب التصريف الثالث للفعل ما clean شنو غلط بالكتاب لا 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 مو غلط شوف أكو have وأكو have to have to هاي الhave to تختلف على هاي الhave هاي شنو معناها هاي معناها شون من تقول لقد وتكمل أتممت لقد أنهيت هاي have to شنو معناها هاي شون من تقول يجب you have to أنت يجب تمام وأكو كلمة إنجليزية ثانية should هم معناها يجب هاي have to قريبة عليها have to you have to do you have to clean يجينا وراها فعل مجرد ورا الhave to لأن موجودة هنا أنا to أوكي فأنت منشوف have to تختلف عن الhave هاي الوحد أو الhas تختلف عن هاي الhave to ملاحظة إليك حتى ما تدوخ أوكي they are responsible for this هم مسؤولين عن هذا يعني شنو القصد يعني القصد هذا من واجبهم أوكي another advantage أو advantage ثانية هن تقدر تقول هن مو مشكلة هاي advantage أو advantage شنو معناها معناها ميزة بس هنانا معناها القصد فائدة أخرى القصد هنا فائدة أخرى is هي that it teaches students بأنها تعلم الطلاب التلاميذ to work as a team to work as a team تعلم الطلاب بالعمل كفريق يعني يشتغلون كفريق يشتغلون كلهم سوء ما يشتغلون كل من وحده خاف يجيك سؤال يقل لك يا با الطلاب يشتغلون وحدهم on their own يعني بمفردهم قل لها لا يا با التلاميذ يشتغلون كفريق as a team as as a team أوكي متنساها أبد for example كمثال they need to agree هم هم بحاجة إلى الموافقة على going يقول لك going تمام على مرة السنين تغير النطق ما الكلمة بس كتابتها تبقى مثل ما هي أوكي يعني يبقون كاتبيها بس ما يلفظوها تمام مناظد هاي أو طاولات desks أوكي what do you think ماذا أنت تعتقد is this a good idea هل هذه فكرة جيدة طبعا يا بشي كي cleaning the class room تنظيف الصف is one thing هو شي واحد but ولكن what about cleaning the whole country ولكن ماذا عن تنظيف البلد بأكمله بويا شنو سأل وين نقدر this is what the people of رواندا do هذا ما يفعله ناس رواندا هاي دولة اسمها رواندا دولة بشرق أفريقي تمام اسمها رواندا هذا اللي يسوو الناس اللي يعيشون بيها شي يسوو ينطفون البلد كله تمام أكعدكم تمريني بكتاب النشاط على هذا المقال يقلك الناس اللي بالعاصمة ما لرواندا دولة رواندا اللي بالعاصمة ينطفون الشوارع قل له لا ياب the whole country معناه البلد بأكمله مو بس بالعاصمة الناس اللي من كل البلد ينطفون البلد كله مو بس العاصمة يوم واحد كل شهر معناها مفرد يعني كل شهر كل شهر واحد هم اكو نقطة يقلك صحح الغلط وين الغلط صحح يقلك الناس اللي برواندا ينطفون الشوارع يومية يقلك مرة وحدة كل شهر اوكي يأم ما تقول له one day every single month يأم ما تقول له every single month اوكي مو مشكلة اثنين هم صح everyone كل شخص between the aids ما بين الاعمار او يتراوح بين الاعمار of eighteen and sixty five من ثمنتعش الى خمسة وستين سنة comes out of their houses يأتي او يأتون خارج منازلهم يعني طلعون من بيوتهم يهجون يردون ينطفون to pick up rubbish حتى يلتقطون يعني حتى يشيلون القمامة and sweep the streets و يكنسون الشوارع اوكي خاف واحد قل له هاي ليش قلتها houses ليش ما قلتها houses هاي الجمع مالتها houses المفرد house اوكي do you think هل تعتقد خنشوف شني شأعتقد خنشوف this should happen in your country هل تعتقد هذا يجب ان يحصل في بلدك لا يا الله يدرون بينا يدرون بينا ايه طبعا لازم يصير ببلدنا خوي لازم يصير والله لازم يصير ها تذكرون قلت لكم هاي should have to قلت لكم هاي بمعنى هاي بمعنى يجب او عليك يعني انت لازم تسوي عليك اوكي هاي should بمعنى يجب فهاي الكلمة مقاربة الها مقاربة الها have to قلت لكم هاي have to تختلف عن هاي have تمام شنو شون يختلف هاي مو هاذ هاي هاي بس اجتنا وراها to هذن مرتبطات يعني هذن يجي نسو you have to انت عليك يعني شون اقول لك انت يجب تمام هاي should بمعنى يجب اوكي chores aren't always fun المهام المنزلية هي ليست دائما ممتعة ولكن ولكن يجب القيام بها يعني لازم نقوم بالواجبات المنزلية if we all help اذا كلنا ساعدنا يعني اذا كلنا نساعد we can do the work quickly we can do the work quickly يمكننا ان نقوم بالعمل بسرعة يعني نخلص الشغل بسرعة اوكي نجي نشوف الاسألة يا بذن شني who do the highlighted words refer to الى من تشير الكلمات البارزة هاي معناها تشير هاي البارزة او التي برزت الشي يقصد عليه من يقصد على ذن يشوف هين they انت بجوابك اكتب children يعني هن يشير الى الاطفال ذن الكلمات اللي باللون الاصفر يشير الى الاطفال اوكي نشوف بعد شني شاعدنا اسألة ask and answer the questions اسأل وجاوب الاسئلة سؤال الأول what chores do you do at home ما هي المهام المنزلية التي تقوم بها في البيت انت اكتب للمهام المنزلية اللي تقوم بها بالبيت مثلا قلة تشذب تشذب علي اقلة i sweep clean and tidy وبالأخير اكتب my room يعني انا اكنس وانظف وارتب غرفتي اوكي عندك جواب ثاني كتبه مو مشكلة السؤال الثاني do you think هل تعتقد children in your school الاطفال في مدرستك هل تعتقد الاطفال اللي مدرستك should clean the classrooms يجب عليهم تنظيف الصفوف قل لي ايه يابا لازم قل لي جوابك شتون هنا اذا تريد تقول no they shouldn't اذا تريد تقول yes they should they should اوكي yes they should should قلت لكم بمعنى يجب اوكي سؤال الثالث do you think people in your country ايه جايق صف بينا ويرجع لوره اسمع اسمع هل تعتقد بأن الناس اللي بلدك should clean the streets يجب عليهم تنظيف الشوارع جايق صف بينا والله قل لي yes they should اوكي تريد تقول لي no بعد بكيفك بوقت يمك لاحد هنا كمل الدرس اتمنى تكونوا استفادية من الدرس thank you goodbye see you اشتركوا في القناة